السلام عليكم اليوم سنتعلم بعض الحركات والاقتصارات في الانستغرام و سنتعلم كيف نسوي فيديو بهذا الشكل خفيف وضريف وجميل من خلال برنامج انستغرام أو تطبيق انستغرام بدون ما ندخل في تطبيقات المنتاج بشكل سهل ورائق وخفيف وضريف ما سنتطور إن شاء الله في الفيديو وفي الشرح بس قبل لا نبدأ لايك فضلا وليس أمرا وإذا لم تكن مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل جرس التنبيه كذلك إذا كنت أول مرة تشوف قناتي فقناتي مهتمة في عالم التصوير والمصورين تطبيقات شروحات على تطبيقات التصوير تأثيرات للصور تأثيرات الفيديوهات كواليس التصوير فإذا كنت مهتم في هذا المجال أتمنىك تشترك في القناة وتنظم لنا وتشرفنا بمشتراكك للقناة أنا نواف نقول بسم الله اوه دقيقة دقيقة كوب قهواتك أنا نواف نقول بسم الله نبدأ في دير يوم أول شغلة معي هي كيف نضيف ستوري بشكل سريع ومختصر في الغالب أو الطريقة المحتادة أن أروح إلى البروفايل بعد كده أضغط على الزايد وبعد كده أختار ستوري ولكن ممكن من الصفحة الرئيسية بهذا الشكل أروح على الصورة الرمزية اللي موجودة لنا في أعلى الصفحة فوق أضغط عليها ضغط المطولة حط علي خيار على طول رح يدخني على الصور والفيديوهات اللي أحاب أضيفها أو أن أضيف مثلا ستوري من خلال كامرة الجوال هذه طريقة جميلة وظريفة وتريع تختصر علينا بشكل بسيط الصورة الرمزية عندنا لو حاب أن أغيرها الكان السابق أن أروح إلى البروفايل وبعدين تعديل البروفايل وبعد كده أروح هنا وأضغط وأختار الصورة ولكن هناك طريقة أسهل أن أروح إلى ملف التعريف وضع ضغط المطولة على الصورة ورفع أصباعي حتطلع عندي مجموعة خيارات أختار آخر خيار مثلا إذا أحب أختار صورة من استوديو وأختار أي صورة أضيفها الشغلة الثالثة أو الرابعة أظن الرابعة الشغلة الرابعة اللي هي كيف نسوي انتقالات وحركات في فيديو الريلز بدون أن أروح لتطبيقات المونتاج وبطريقة سهلة أروح إلى خيار إضافة ريلز بهذا الشكل بعد كده أختار واحدة من الصورة اللي أحب أشاركها مثلا خلينا أختار صورة مثلا هذه الصورة تمام بعد كده أسوي إضافة صورة ثانية واختار الصورة اللي أحب أضيفها مثلا هذه الصورة برضو أختار صورة ثالثة مثلا هذه الصورة صورة رابعة مثلا هذه الصورة أوكي طبعا صورة عشوائية بس أعطيكم مثال على طيقة بعد كده عندي مجموعة خيارات هنا عندي مثلا تعديل الكليب أضغط عليها عندي هنا لو نشوف الخانة اللي في النص اللي هي الانتقالات أضغط عليها بعد كده في علامة زايد بين كل فيديو وفيديو لو أضغط عليها هيعطيني أشكال انتقالات بين الصورة والصورة بالشكل هذا نختار الشكل اللي نشوفه مناسب مثلا نختار هذا سبيل المثال نروح نختار الخيار ثاني بهذا الشكل خيار ثالث بهذا الشكل اوكي هذه نقول اوكي خلصنا كده روح أضغط على الدن بعد كده اضغط الدن الان انا بنضيف موسيقى عندي من فوق شعر الموسيقى اضغط عليه هنا عندي خيارات جديدة تمام عندي مثلا تسجيل صوت للفيديو الخيار هذا لو اضغط عليه اقدر هنا اسوي تسجيل صوت يكون خلفية للفيديو ما نحبه صراحة رح ارجع ثاني واختار من هنا مثلا اي مقطع صوتي اذا حاب اضيف لا حاب اني انا حافظ مقطع صوتي وحاب اني استخدمه اروح على هذا الخيار وبعد كده اختار من هنا المقاطع اللي انا حافظها ممكن اسمع علي مقطع بهذا الشكل تمام واقدر اني اضيفه بالشكل هذا اوكي تمام ممكن اضيف تأثيرات من هنا بهذا الشكل اختاره لو اني ماني حاب التأثير حاب اني ارجع عنه اضغط ضغطة ثانية على نفس التأثير انا انا ضغطته فراح يروح التأثير تمام وبعد كده اذا خلصنا اسوي نيكست واضيف الفيديو الريلز وراح ينزل معي بالطريقة اللي انا عدلتها بدون ما يحتاج اني ادخل على تطبيقات المنتاج طيب انا اواف هاته الطريقة ممتازة والله انا ما اتوقع ما اتوقع صراحة اني في يوم استخدمها ولكن في اشخاص ممكن ما يعرف استخدم تطبيقات المنتاج او شخص يبغى شي سريع ممكن انه استخدم هذه الطريقة واستفيد منها انا اعرف ناس بامانة استخدموا الطريقة هذه وقلت لا بد اشرح لكم هي خاصة انه اضافات جديدة وصلت على انستجرام ان شاء الله تستفيدوا منها وبكذا يكون الفيديو اليوم انتهت تماناكم استفدتم منه وبشكل بسيط على نواف ارقاكم في الفيديو جديد في امان الله اصارات والحركات في ايبا السلام عليكم ماتت